بسم الله الرحمن الرحيم والسلام ورسول كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزاكرا متابع قناة معروف مرحبا بكم في عين التقنية اليوم سأقدم لكم مراجعة جديدة حول كاميرا فولي بي هذه الكاميرا يمكنك أن تقوم بتصوير بها بجودة 1080 ويمكنك أن تصور بها داخل الماء وأيضا يمكنك أن تقوم بالعمل بها وأنت تجري مثلا في نفس الوقت فهي تعمل كثير من الوظائف ويمكنك أن تصور بها بشكل رائع وبجودة 1080 جودة جد عالية اليوم سأقدم لكم كل القطع التي تأتي مع الكاميرا مراجعة شاملة حولها وطريقة تصور بها وسأريكم مراجعة للسلبيات والإيجابيات في هذه الكاميرا تابعوا معي فرجة ممتعة كما ترحضون معها أعزائي الكرام هذه هي علبة كاميرا هذه هي العلبة التي أثن في الكاميرا هذه اليوم سأقوم بفتحهاها معكم كما ترحضون معي هنا سkatي رجاء بلاستيكي بكثير من الموحقات كما ترحضون معي هذه كاميرا غانية بالأدوات الأخرى ترحضوا هذا الكتيب يناك طريقة عمل بهذه الكاميرا صراحة لك بعض التيبيانات كما ترحضون معي وطريقة العمل بهذه إضافة إلى الأدوات التي ستأتي معا Parte 1 كما تريدون معي هذه الورقة، أو هذا الكتيب، سيوريك كل هذه الأمور بكل سهولة، وسيفيدك أيضًا الآن سننتقل إلى الكاميرا، لاحظوا معي هذه الكاميرا، يعني تأتي في الغشاء الخاص بالماء، يعني يمكنك أن تقوم بوضعها في الماء بهذا الغشاء كما تريد معي، هنا سنقوم بفتحها بذا الشكل، تقوم بالنقر على هذا الزر ومن ثم تسحب إلى فوق وهكذا تكون قد قمت بفتح الكاميرا لاحظوا معي سنقوم بفتح الكاميرا من هنا هذه الكاميرا على الشكل صغيرة جدا يمكنك استعمالها دون غيشة أيضا لاحظوا معي الكاميرا يعني تأتي بشكل جميل جدا وسغيرة لاحظوا مقارنة معايا دي هي صغيرة جدا هنا كما تجدوا معي يأتي زر أوكي هذا الزر لكي تبدأ التشغيل وهنا أيضا زر صغير يعني يظهر لك إشارات عند التسجيل يعني كالسينيال كما تجدوا معي هنا هذا هو الزر الذي يكون فيها إضافة إلى الزر الجانبي وهو لكي تقوم بوضع الميموري كارد وأيضا تقوم بوضع الشاحن لكي تقوم بعمل شحن الكاميرا لاحظوا معي هذه الأدوات التي تأتي معها سأقوم بتركيب هذه الأدوات كما تجدوا معي لاحظوا معي الكاميرا من الوراء لاحظوا هذه الكاميرا هنا تأتي بذلك الشكل يعني صغيرة جدا يمكنك أن تقوم بوضعها في هذا الغشاء أيضا الآن سننتقل إلى هذا القطع لاحظ هذه القطع الصغيرة يمكنك أن تقوم بتثبيت عليها الغشاء الخاص بالماء للكاميرا كما تشد معي هذا المثبت سنقوم بوضع علي الكاميرا للشكل وهذا كما في الأمر وهذه أيضا هذه القطع على ما أظن هي قطع سكراتش للتوب كما تشد معي لكي تقوم بعمل لساقف الكاميرا لم أستعمل هذه القطعة صراحة هي تأتي هذه القطعة لم أستعملها لحد الآن لكن لا أعرف ما هي فائدتها في هذه معادل الأدوات لحد الآن بصراحة لكن أعلى ما أعتقد أن تقوم بوضعها على هذا الشكل يعني في الجانب اليمين والجانب الياسر تقوم بوضع هذا السكراتش كما تشد معي وتقوم بوضعها في أي مكان يعني تقوم بربطها وهكذا تقوم بوضعها في أي مكان وتقوم بتثبيتها كما تشد معي سيأتيك قطعتين من هذا أنا استعملتوا من قبل كما تشد معي سيأتيك قطعة أخرى من هذه اللساق هذه اللساق هذا اللساق يعني هو كيف سيعمل ستقوم بنزع الورقة الخارجية له كما تشيد نعيوه هنا ستقوم بوضعها في المكان القديم للكاميرا كما تشيد معي ان انتهت صلاحية هذا الغشاء القديم يمكنك أن تقوم بتجديده بهذا الشكل وهذا كما في الامر هذا هو فائدة هذه الغشاء سيأتيك مع اثنين الان سنتقل الى هذا القطعة الخاصة بالرأس يمكنك ان تقوم بوضعها في رأسك ويمكنك ايضا ان تصور بالكاميرا وهي في رأسك كما تشيد معي تقوم بعمل هذه الطريقة اللي كي تقوم بتتبيت لها على الرأس سأوريكم طريقة هي سهلة جدا كما تشيد معي وستقوم بوضعها في الرأس على هذا الشكل كما تشيد معي شكل هو يعني سهل جدا سأوريكم طريقة عملها طريقة تركيبها بضع بعض الحال لاحظوا معي هنا ستقوم بتركيبها بهذا الشكل وتقوم بوضعها في رأسك هكذا في الداخل يعني حسب الحجم حجم الرأس وهكذا تقوم بتصوير به على هذا الشكل كما تشيد معي هذا المثال فقط لا يمكننا نقوم بعمل هذه التجربة الآن لاحظوا معي أيضا هذه الأدات عزيزي الكرام التي ستمكنكم من عمل هذه الكاميرا على الدراجة يمكنكم أن تقوم بولعها على الدراجة الهوائية الدراجة النارية أيضا تخيلوا معي هذا القلم وهو القطعة الأمامية في الدراجة سأوريكم طريقة العمل وطريقة تركيبها عليه سلاحظوا معي تقوم بفك هذه البراغي لاحظوا معي بشكل سهل جدا هذه الكاميرا يعني لا تأتي مع شيء معقدة لاحظوا معي تقوم بفكها بهذا الشكل وتقوم بوضع هذه القطعة المطاطية على الدراج يعني على سواء كانت من أليمينيوم أو كانت من الحديد تقوم بوضع هذه القطعة المطاطية لمشكل وتقوم بعملها هذا الشكل تقوم بتتبيتها بالبراغي وستسوق الدراجة الخاصة بك بهذا الشكل وتأتيها في الوسط وتقوم بتركيب عليها هذه القطعة أيضا التي ستأتيك مع الكاميرا في الداخل وتقوم بوضعها في هذا المكان وتقوم بعمل البراغي الخاصة بها ستجد البراغي أيضا ومن ثم تقوم بتتبيت عليها الكاميرا بهذا الشكل كما تشاهد معي ستقوم بتركيبها بهذا الشكل الكاميرا الخارجي ويمكنك أيضا أن تقوم بوضع الكاميرا الخاصة فيها لا مشكلة هنا سنقوم بتركيب عليها الميموري كارد كما تشاهدون معي هذه المكان وضع الميموري كارد بالنسبة للشحن فالكاميرا يعني يمكنك استعمالها إلى غاية يوم واحد بدون شحن ولكن حاول أن تقوم بإطفائها عند الفراغ منها يعني كل مرة انتهيت من التصوير قم بالعمل بالنسبة للتصوير دون انقطاع فحوالي خمس ساعات لا أعتقد أكثر كما تعلم معي ليس لدي أي سور الآن وليس لدي أي فيديوهات قمت بعملها كما تعلم معي سننتقل الآن إلى الإعدادات يمكنك أن تقوم بعمل إعدادات الكاميرا مثل القياسات وأيضا تقوم بعمل كثير من الأمور الخاصة بالكاميرا إعدادة الكاميرا إلى غيرها من الأمور مثل الصوت داخل الكاميرا وأشياء أخرى بالإضافة إلى بعض الإعدادات الأخرى هذا كما في المقśmy الآن تقوم بإطفاء الكاميرا بالضغط عليها تستمر في الضغط عليها بالشكل وهذا كما في الأمر هذه الكاميرا لاحظوا معي شكلها صغير جدا وتأتيك مع أدوات لا تحتاج غيرها لكي تصور وشيء رائع لأن سننتقل لكي نجرب الكاميرا تابعون معي كما تشاهدوا معي زي كرام سأعرض لكم بعض الصور المأخوذة بهذه الكاميرا أو الملتقطة بهذه الكاميرا هذه الصورة كما تشاهدوا معي في البحر التقدتها من فيديو وهذا أفضل يمكنك أن تلتقد الصور من الفيديو أفضل من أن تصور هكذا هذا فيديو قمت بتصوير قبل أيام يصور بشكل جميل جدا وبدون مشاكل وبالنسبة للإضاءة فمن الأفضل أن تكون مقابل للشمس لكي تظهر الصورة بشكل جيد وكلما كنت مقابل للشمس ستأتي الصورة بجودة عالية وعالية جدا جدا كما تشاهدوا معي عزيزي الكرام هذه بعض المقاطع المصورة بهذه الكاميرا أتمنى يعجبكم هذا الفيديو بالنسبة لسلبية هذه الكاميرا هي قليلة فهي ضعف البطارية ليس بالكثير عزيزي الكرام ليس بالكثير ضعف البطارية لكن يمكنك أن تحتفل بها كما قلت في داخل المراجعة يمكنك أن تقوم بتشغيلها عندما تريد التصور وتقوم بإغلاقها عندما ترغب في إنهاء التصور هذا كما في الأمر ثاني شيء عزيزي الكرام وهو قلة الأدوات الخاصة بالتصور يعني لا يأتي أدوات مضاعفة أو أدوات احتياطية هذا الأمر الثاني السلبي في هذه الكاميرا نظرا لأن تمنى رخيص لكن كان من الأفضل أن يكون أكثر الأدوات في هذه الكاميرا يعني أن يكون أدوات أكثر بالنسبة لجودة 1080 فهي مقاربة كثيرا لجودة 720 فأنا أصور بهذه الكاميرا بجودة 720 فقط ولا أتجاوز جودة HD إلى جودة Full HD فمن الأفضل أن تقوم بتصوير بجودة 720 لكي لا تستهلك البطارية يعني كثيرا دون فائدة هذا إن صح القول بالنسبة للإيجابية تعزي الكرام أول شيء وهو حجم هذه الكاميرا الصغير ثاني شيء وهو يمكنك أن تقوم بتشغيلها في الماء ثالث شيء يمكنك أن تقوم بتصور بها أو أنت تركض يعني أو أنت تتحرك بسرعة كبيرة فهي كاميرا يعني تصور لك أيضا الزوايا يمكنك أن تقوم بوضعها في مكان تصور يعني زوايا مختلفة هذا رابع شيء الأمر الخامس وهو أن هذه الكاميرا تتوفر على أدوات يعني جميلة جدا رغم قلتها لكنها جميلة جدا والأمر الأخير وهو التمن الرخيص الذي يوفر لك هذه الكاميرا وهو أحسن ميزة في الكاميرا بالنسبة لمعطايتها بالنسبة لقدرتها كاميرا جيدة صراحة ويمكنك التصوير بها والاستفادة منها كاميرا احتياطية في بعض الحالات ويمكنك أن تقوم بوضعها كأساسية في حالات أخرى سعر هذه الكاميرا عزي الكرام لا يتجوز 20 دولار فهي تتراوح ما بين 18 دولار إلى 2 أو 24 دولار هذا أقصى حد يمكنك أن تشتريع به سأضع لكم رابطي رأيها أسفل الفيديو كان معكم موراد الفريخ من قناة معروف شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم الله في يمن الله إلى اللقاء أحبابي في الله